أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيقيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدف مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تقفيل الأحاديث ويطم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أتمها وعلى أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف فقرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وجه أبيكم وتكون من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنت فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يردع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لإن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذئبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبقون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قنصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذلى دلوه قال يا بشرى هذا غلاب وأسروا بطاعة والله عليهم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من قصر لامرأته أهدني مفواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تقضيل الأعاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ترجمة نانسي قنقر